موسيقى عملا بأحكام المقررات الصادرة عن السيد والي ولاية الجزائر المتعلقة بغلق وتحويل حركة المرور وذلك ابتداء من أول جوليا على ساعة صفر إلى سادس من جوليا على ساعة صفر تعلم المديرية العامة للأمن الوطني سواق المركبة والدرجات عن وضع مخطط خاص لحركة المرور ويتعلق الأمر بغلق الطريق الاجتنابي الشمالية الطريق الوطني رقم 11 في الاتجاهين على مستوى نقطة التقاء الطريقين الاجتنابيين الجنوبي والشمالي جسر كوسيدار الدار البيضاء إلى غاية محطة تحلية مياه البحر الحامة بالوزداد على مسافة 16 كم وكذا كل المنافذ المؤدية له تحويل مسار الوافدين باتجاه الجزائر العاصمة من الطريق الصيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء بن عكنون تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة نحو الطريق الوطني رقم 5 مروراً بمحول الحراش ثم طريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي ومن ثم إلى الطريق الاجتنابي الجنوبي تحويل مسار المتوجهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية للعاصمة عبر نهج جيش التحرير الوطني نحو محول عيسات دير المؤدي إلى ساحة والماء تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون الدار البيضاء نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباشت الراح باتجاه نفقي وديو شايح كل تعديل لهذا المخطط من طرف السلطات الولائية سيتم الإعلان عنه في حينه